السلام عليكم ورحمة الله حلقتنا النهاردة هي استكمال او تكملة لحلقات نظام التوجيه في السيارة واللي اتكلمنا فيهم عن زيت الديركسيون وترمبة الباور وعلبة او دودة الديركسيون حلقتنا النهاردة عن كبال او عكوس السيارة وظيفة كبال او عكوس او اكسات السيارة الرئيسية هي نقل القوة من نائل الحركة او الجير للاطارات وبتتنقل الطاقة بسرعة دوران سبتة لما ما يكونش فيه احتكاك كتير بالاضافة ان الكبال او العكوس تعتبر من المكونات الاساسية في جميع السيارات تقريبا سواء كان الدفع امامي او خلفي او رباعي وبتتكون من وصلة مارنة بتسمح للمحور بالتحرك بسلاسة مع اقل تأثير على توصيل الطاقة ولان الكبال او العكوس هي الرابط المباشر اللي بين الى القوة للاطارات فمفاصلها بتيجي مشحهمة ومغلفة بغطاء مطاطي بيحميها من الاوساخ والاتربة وفي النهاية وبمرور الوقت وبسبب تعرضها الدايم للضغط المستمر هتتآكل وتبدأ في التلف وهتحتاج لتغييرها لان وجود اي عطل فيها هيقدي لاعاقة السيارة عن الحركة بشكل كبير في حلقة النهاردة هنتعرف على كبال او عكوس او اكسات السيارة وطبيعة عملها وانوعها وايه هي علامات واسباب تلف الكبال او العكوس او الاكسات وطريقة المحافظة عليها وازاي تقدر تشحمها ايه هو كوبل او عكس السيارة بيتكون الكوبلين او العكس من جزئين الرئيسيين وهم الكوبلين الداخلي والخارجي الكوبلين او العكس الداخلي متصل بنائل الحركة او الجير ومهمته هي نقل القوة للكوبلين او العكس الخارجي واللي بدوره بيمد او بيزود الاطارات بالقوة اللازمة للحركة وبيضمن للاطارات الحركة الاعلى واسفل بمرونة كبيرة بدون التأثير على قدرة الكوبلين او العكس على نقل الطاقة وبيتكون من كوبلين داخلي بيربط نقل الحركة او الجير بعمود الاطارة وكوبلين خارجي بيقوم بالربط بين العمود ده والاطارات والهدف او الغرض الاساسي من الكوبلين او العكس بتوصيل القوة والدوران من نقل الحركة او الجير للاطارات طيب ايه هي انواع كبال او عكوس السيارة عند النظر لنظام نقل الحركة في السيارات بنلاقي ان الكوبلين واحد من الاجزاء الحيوية واللي ليها دور مهم في نقل القوة من المحرك للاطارات وبيتم تصنيف الكوبلين او العكس لنوعين رئيسيين وهم الكوبلين او العكس الداخلي والكوبلين او العكس الخارجي والاثنين اللي هم وظيف محددة ولكن مع فروقات مالبوضة في الاستخدام والاداة اولا الكوبلين او العكس الداخلي الكوبلين او العكس الداخلي او ما يعرف بمفصل السرعة السبتة او الCV جوينت بيكون موجود عادة قريب من نائل الحركة او الجير وبيسمح بنقل القوة للاطارات حتى عند تغيير زوايا الكيادة اثناء الانعطاف او الملفات كمان بيتميز كوبلين او عكس السيارة الداخلي بقدرته على تحمل الاحمال التقيلة وتوفير عملية نقل سلسل القوة بدون تأثير مالبوض في الكفاءة حتى تحت ضغوط القيادة المختلفة ثانيا الكوبلين او العكس الخارجي الكوبلين او العكس الخارجي بيكون موجود عند نهايات المحاور او اطراف المحاور قريب من الاطارات لان وظيفته الاساسية هي تمكين الاطارات او السماح للاطارات بالانعطاف او تغيير زاويتها ونقل القوة من المحرك كمان بيوفر الكوبلين او العكس الخارجي مرونة اكبر مقارنة بالكوبلين او العكس الداخلي وبالتالي بيسمح بمجال اوسع من الحركة للاطارات الامامية وبيعزز من قدرات السيارة على التحرك بكفاءة عالية طيب ايه هي علامات تلف كبال او عكوس السيارة؟ دي اكتر العلامات الشيعة لتلف كبال او عكوس السيارة اولا تصرب الشحم من غطاء كبال او عكوس السيارة لما تلاحظ او تكتشف شحم على الجزء الداخلي او الحفة الداخلية لاطار السيارة فممكن تكون علامة على بداية تلف كبال او عكس السيارة وبيفصل ده عادة بسبب تطير الشحم او الشحوم المتسربة من الغطاء المطاطي المتقطع او المتمزق اثناء دوران المحور وعموما هيقد الامر ده في النهاية لتلف الكبال او العكس بسبب تجمع الاوساخ او الاتربة والمية في الداخل وتتلفه ثانيا اصوات النقر او التقطاء العالية عند الدوران لما بتدير او بتلف في الديركسيون وتسمع اصوات زي صوت نقر او صوت تقطاء فمن المحتمل ان يكون عندك كبال او عكس تالف وعموما لما بتتآكل كبال او عكوس السيارة بشكل مفرد بتبقى المفاصل فطفاضة وبتصدر صوت النقر او التقطاء عند الدوران وممكن تبقى النقرات او التقطاء اعلى او ابتر وضوح اثناء المنعطفات او الملفات الحادة وتقدر تختبر ده عن طريق القيام بادارة او لف الديركسيون لاخره لأحد الاتجاهات وترجع بالسيارة للخلف في حركة دائرية وفي الحالة دي لازم ترتفع او دعلى اصوات النقر او التقطاء لو كانت كبال او عكوس السيارة تلف وفي النهاية هتحتاج لاستبدال المفصل او راس العكس او الكوبلين او كوبلين او عكس السيارة بالكامل ثالثا الاهتزازات المفرطة اثناء الكيادة من العلامات التانية للكبال او العكوس التلفة هي الاهتزازات المفرطة من الكوبلين او العكس اثناء الكيادة وفي حال التلف المفصل او راس العكس او راس الكوبلين فهيتسبب دا في اهتزاز العكس او الكوبلين بالكامل بشكل مفرط اثناء كيادة السيارة وممكن تبقى اكتر وضوح مع زيادة السرعة وفي النهاية هتحتاج لتغيير كوبلين او عكس السيارة بالكامل لاصلاح المشكلة رابعا صوت نقر او تقطاء عند التصارع بالسيارة في بعض الحالات ممكن تسمع كمان اصوات تقطاءة غير عادية من راس الكوبلين او العكس الداخلي المتصل بالجير لما تتصارع بالسيارة وغالبا مش هيظهر الصوت عند التباطق او الانعطاف ولكن هيظهر بس عند الضغط على دواسة البنزين وفي النهاية ممكن يصدر او يطلع الصوت من مصدر تاني او مختلف ولكن سماعه هيخليك الان علشان كده اتوجه لقارب مركز صيانة لفحص اكتر طيب ايه هي اسباب تلف كبال او عكوس السيارة تلف كبال او عكس السيارة ممكن يقدي لمجموعة من المشاكل اللي بتأثر على اداء السيارة وامانها ولكن في الكتير من الاسباب الرئاسية اللي بتقدي بشكل مباشر لحدوث المشكلة دي علشان كده بينصح بضرورة التعرف عليها لتجنب الاضرار الناتجة عنها ونقدر نتعرف على اسباب تلف كبال او عكس السيارة من خلال النقط دي واحد الكيادة المستمرة على طرق غير ممحدة الكيادة بشكل مستمرة على طرق غير ممحدة بتزيد من فرص تلف كبال او عكس السيارة بسبب الضغط والصدمات المتكررة اتنين تلف الغطاء المطاطي للكبال او الكوتشة تلف الغطاء المطاطي بيقدي لتصرب الشح وبالتالي بيقلل من التشحيم وبيزيد من الاحتكاك والتآكل تلاتة عدم وجود شحم بكمية كافية بدون وجود شحم كافي بيبدأ المعدن في الاستضام ببعضه وبالتالي بيسرع من عملية تأكل كبال او عكس السيارة اربعة اهمال الصيانة الدورية اهمال الصيانة الدورية للسيارة والتعرف على اهم المشاكل الموجودة فيها بيقدي لحدوث اعطال واللي بتأثر على بعضها وبيزيد خمسة كطع الغيار غير عالية الجودة كطع الغيار غير عالية الجودة ممكن تكون واحدة من اهم الاسباب اللي بتأدي لتلف كبال او عكس السيارة طيب ايه هي طرق الحفاظ على كبال او عكوس السيارة علشان تضمن عمر طويل واداء مثالي لكبال او عكس السيارة فمن الضروري اتباع بعض الاجراءات الصحيحة في الصيانة والكويادة ومن خلال النصايح دي ممكن تحافظ على كبال او عكس السيارة في حالة جيدة لمدة اطول وبالتالي بيقلل من الحاجة للاصلاحات المكلفة والحفاظ على الاداء الامثل للسيارة ونقدر نتعرف على اهم النصايح من خلال النقاط دي واحدة الكيادة العنيفة والمتهورة الكيادة العنيفة والمتهورة بتعمل ضغط غير ضروري على كبال او عكس السيارة وممكن تسرع من تأكله علشان كده من المهم الكيادة بطريقة تحافظ على اجزاء السيارة اتنين الفحص الدوري للكبال او العكس الفحص الدوري للكبال والتشخيص المبكر لاي مشاكل ممكن يساعد في تجنب الاصلاحات الكبيرة والمكلفة فلو لاحظت اهتزازات غير طبعية واصوات غير طبعية اثناء القيادة او تأخر في الاستجابة عند تغيير السرعات فممكن يدل ده لمشكلة في الكبال او العكوس ثلاثة وجود تسريب في الزيت من علبة السرعات او الجير وجود تسريب في الزيت من علبة السرعات او الجير ممكن يؤدي لتلف الاجزاء الداخلية للكبال علشان كده لازم تتأكد من عدم وجود تسريبات وتتعامل معها فورا حال وجودها أربعة ترك السيارة مركونة بإطارات غير مستقيمة ترك السيارة مركونة بإطارات غير مستقيمة لفترات طويلة ممكن يؤدي لتلف الكوبلن فعند ركن السيارة حاول دائما تخلي الإطارات مستقيمة خمسة التأكد من وجود شحم كافي لازم تتأكد من وجود شحم كافي لتقليل الاحتكاك بين المعدن داخل مفصل السرعة السبتة وتقليل التلامس المباشر واللي بيسرع عملية التآكل طيب ازاي يقدر شحم الكبالن او العكوس لان تلف او تأكل العكوس في سيارتك بسبب ان التشحيم العكوس بيقدي لصوت طقطها في السيارة من الامام عند المنعطفات او الملفات وفي حالة ان العكوس او الكبالن وصلت لمرحلة الطقطها فمش هينفع معاها التشحيم لانها على الاغلب هتكون تأكلت بالكامل ومحتاجة للتغيير وفي حالة انك ما غيرتش العكوس او الكبالن من وقت بسيط فهنكن ما تنقلش السيارة السرعات وتقف بشكل مفاجئ واللي بيقدي لمشاكل مختلفة في اجزاء الجير الداخلية بعد كده بالاضافة لاحتمالية ان سيارتك ممكن تقف فجأة في منتصف الطريق او على احد الطرق السريعة واللي يعتبر امر خطير جدا علشان كده لازم تهتم بحل المشكلة في اسرع وقت ممكن وخليك فاكر انك لو كنت عايز تحافظ على كوبلن سيارتك لاطول فترة ممكنة فمن المهم تفادي الانحراف بالسيارة بشدة زي الطفحيت والدريفت بالاضافة لاهمية فحص جلود العكوس او الكبالن كل فترة من خلال مرأبتها ورؤية اذا كانت بتصرب اي شحون وبشكل عام تعتبر عملية تشحيم العكوس او الكبالن سهلة وبسيطة جدا لان عكوس او كبالن السيارات بتيجي بفتحة او منفذ للتشحيم من الاعلى مصممة علشان يتم ضخ الزيت او مادة التشحيم داخلها باداة خاصة وانبوب رفيع وبيتم ضخ الشحمة بداخلها لحد ما تتمالها تماما ولكن افتكر ان بعض السيارات ما بتحتاجش في الاساس لتشحيم العكوس او الكبالن لان العكوس بتكون مشحمة بالكامل من الداخل ومغلفة باحكام في نهاية حلقتنا نكون اتكلمنا ووضحنا اكتر المعلومات الضرورية عن اهم اعطال الكبالن او العكوس الامامية في السيارة علشان تكون على معرفة بيها وتحدد اذا كنت محتاج لتغييرها شكرا ليكم ونتقابل في حلقة جديدة ان شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة